كريستيان روميرو في الدفاع كريستيان روميرو هو الوجه الأبرز دلوقتي في دفاع المنتخب الأرجنتيني صحبة أوتاميندي فده بيحل شوية المشاكل الدفاعية اللي موجودة عندهم خلينا اتكلم عن المشكلة الأبرز في المنتخب الأرجنتيني 2014 وما سبق لحد 2018 دلوقتي احنا في 2020 وجود خط 22 سوري 2022 اه انا بجعتم بالزمن اه تمام وجود خط وسط قادر على ان هو يستخلص الكورة وقادر على ان هو يخرج بالكورة المشكلة الأساسية في وجود ميسي في قوائم السابقة انه ميسي ما كانش بيقدر ياخد الكورة لانه محدش بيكان بيوصله الكورة فكنا بنلاقي ميسي كتير جدا متواجد ما قبل منتصف ملعبه عشان ياخد الكورة ويبدأ هو يتدرج بيها لما قدرت تقفل نص الملعب بلعيبة أقوية بدنيا زي باريدوز وزياليو دريجو ديبول وعندهم القدرة على صناعة اللعب ونقل الملعب بنص ملعبهم فأصبح ميسي الواجبات الدفاعية بتاعته هتبقى قليلة الواجبات الهجومية بتاعته هتبقى كتير تركيزه في المناطق الهجومية هيبقى مركز جدا فبالتالي ممكن نشوف نسخة من ميسي أفضل من اللي شفناها في 2014 واللي كانت بالمناسبة مبهرة جدا على الرغم من خسارته آه أنا نسيت حاجة مهمة هجوائين وعدم وجود هجوائين ده السبب الأول ده عدم وجود هجوائين دي أهم نقطة ولو إن لو طاروا بيضيع شوية اليومين دول بس مش هجوائين لا وبعدين لو طاروا مش من نوع اللعيبة اللي سهل يفقد تركيزه في الملعب ما بيخرجش بسهولة حتى لو ضيع ما بيشتش هجوائين كان يضيع كرة خلاص إن سابق يتلمطش صحيح طيب راحين على منتخب آخر لكن الأول لدخر الناس في المود مود كس العالم ومود الغيابات لأنها الأبرز دلوقتي فالغائبين عن المونديال أسماء ما كناش نستنى إن احنا ما نتفرجش عليها فنشوف تقرير عن غيابات عن المونديال والنجوم الغيابين عن المونديال